السلام عليكم التبادل بالآراء بشأنها أولها بطبيعة الحال أبدى السيد رئيس مجلس الوزراء قلقه الكبير بشأن مستجدات جائحة كورونا تذكرون في الأسبوع الماضي شددنا على أن هناك تزايدا في الإصابات في العالم أجمع وقلنا أننا حتى الآن في وضع لا بأس به فيما يتعلق بالإحصاءات ونسب الإصابات اليوم السيد وزير الصحة الدكتور حسن التميمي أيضا بيّن لمجلس الوزراء أن هناك ارتفاعا في نسبة الإصابات في العراق ولذلك نحن مقبلون على وضع صعب ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الجائحة مواجهة الجائحة لا يجب أن تتخذ مفهوما بسيطا هو أن على وزارة الصحة أن ترعى هذا الجانب أنا أعتقد أن المواطنين جميعا مسؤولون عن مواجهة الجائحة باتخاذ تدابيرهم اللازمة مع أسرهم والمؤسسات أيضا مع موظفيها هناك جهد جماعي يجب أن يتخذ لمواجهة جائحة كورونا سيعقد اجتماع مهم السبت القادم للجنة الصحة والسلامة العليا وستتخذ فيه قرارات وتدابير صارمة في هذا الموضوع لكي لا نقع في المحذور حتى الآن هناك نسبة بسيطة في الإصابات ارتفعت نريد أن نحاول أن نعود إلى السيطرة على الجائحة ونسب الإصابات والشفاء ولن يتم ذلك بوزارة الصحة وتدابيرها وهي مشكورة على كل الجهد العظيم الذي تبذله في هذا الوقت لكن نريد معونة الناس جميعا في الوزارات وفي المؤسسات الحكومية وفي غيرها أيضا في اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة الناس والمواطنين هذا أمر يجب أن نشدد عليه ولذلك ستصدر القرارات قريبا عاجلا هذا السبت إن شاء الله وستتضمن إجراءات صارمة في مواجهة هذه الجائحة هذا الموضوع حظية حقيقة بوقت لنقاشه ولي استعراض المستجدات فيما يتعلق بالموضوع الآخر الذي افتتح أيضا فيه الحديث السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي هو موضوع الموازنة الحكومة تسلمت الموازنة بتعديلات من اللجنة المالية في مجلس النواب أنتم تعلمون أن الحكومة قدمت رؤيتها للموازنة وقلنا مرارا في المؤتمرات الصحفية أن هناك جهدا يبذل أيضا في مجلس النواب لتقديم تعديلات واجتهادات هي محط نظر وتداول وتدارس ونحن منفتحون الحكومة منفتحة على الحوار بشأن هذه التعديلات ولذلك شكلت لجنة هذا اليوم في مجلس الوزراء لتدارس هذه التعديلات وطولب الوزراء بأن يقدموا أيضا ما يخص وزاراتهم بشأن الموازنة وإن شاء الله خلال يومين ستحسم هذه المسائل وتقدم مرة أخرى وجهة نظر الحكومة إلى اللجنة المالية وإلى مجلس النواب أما على مستوى القرارات التي اتخذت هذا اليوم فأبرزها هو أن هناك خطة حوكمة لبرنامج الإصلاح وتنفيذه في الورق البيضاء تعلمون أن في تشرين الأول الماضي أقر مجلس الوزراء الورق البيضاء والآن هناك لا بد من وجود آلية لتطبيقها فجرت تصويت على إقرار خطة حوكمة برنامج الإصلاح ووضع هذه الخطة لتنفيذ الورق البيضاء الخطة تشمل أمرين الأول هو الحوكمة أي آليات للإشراف على هذه الورقة ثانيا المشاريع أي مشاريع برنامج الإصلاح نفسه وهي عشرات المشاريع بالحقيقة وهناك عمل على حقيقة إنجاز وأنجز الجزء الثاني من الورق البيضاء الذي يعنى بإيضاح تفاصيل المشاريع وتطبيقها الآن فعلا هو بدأ تنفيذ الورق البيضاء منذ إقرارها في تشرين الأول الماضي والآن اكتمل وضع الأطر التنظيمية والاستفادة من الموارد المتاحة دون تحميل الحكومة أعباء مالية هذا الأمر أعتقد حظية بمناقشة مستفيضة في مجلس الوزراء هذا اليوم لأنه يتعلق برؤية الحكومة للإصلاح الاقتصادي ووضع الآليات لتنفيذه حتى لا تكون الورقة البيضاء ورقة نظرية خالصة دون إشراف وعمل على تطبيقها فيما يتعلق بوزارة النفط كان هناك قرار بصدد مشروع الـ FCC وهو أهم مشاريع مصاف النفط الحديثة الذي وقع عقده قبل أشهر الآن المرحلة الأولى فيه هو بناء مركز تدريب كبير لتدريب 1300 مواطن بداية مراحل المشروع كله ستضمن فرص عمل لـ 125 ألف مواطن أي هذا المشروع يوفر 125 ألف وظيفة وذلك خلال أربع سنوات من تنفيذه مجلس الوزراء صوت هذا اليوم لإدراج هذا المشروع عاجلا ضمن موازنة 2021 بناء على متطلبات منح القروض هنا قرار آخر يدعم المدارس الخيرية المجانية فمجلس الوزراء أيضا تدارس مسألة إعفاء المدارس الخيرية المجانية فقط من إجور التسجيل والتجديد الإجازة تعلمون في العراق هناك الكثير من المدارس التي تمنح خدماتها مجانا وعلى نحو خيري توفرها لأبناء الشهداء وغيرهم وهي بحاجة إلى دعم فيما يتعلق بقضاء التسجيل وتجديد الإجازة أعفو من هذه الإجور أيضا كان هناك تصويت فيما تعلق بوزارة العدل منحة معالي وزير العدل السيد سالار عبدالستار صلاحية التوقيع على البروتوكول العربي لمنع القرصنة البحرية والسطو المسلح ومكافحة هذين النشاطين وكذلك قرار آخر بتخويل للوزير العدل صلاحية التوقيع على البروتوكول العربي لمنع الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال أخيرا قرار مهم يتعلق باسترداد الوثائق العراقية وافق مجلس الوزراء على نفاذ مذكرة تفاهم بين جمهورية العراق وجامعة ستانفرد لاستعادة وثائق الدولة العراقية التي كانت موجودة هناك هذا أيضا مسألة مهمة في نشاط الحكومة في استعادات في استعادة ما هرب وخرج بطريقة قانونية أو غير قانونية من وثائقنا وآثارنا وغير ذلك هذا كل ما لديه هذا اليوم وأرحب بأسئلتكم مساء الخير عباس نعم مراسل قناة العراقية الإخبارية تطرقتم إلى موضوعة الجزء الثاني من الورقة الأصلاحية لكن كما هو معروف نالك إجراءات ومناهج اقتصادية عالمية وصلت إلى مراحل متطورة بعيدا عن السياقات التقليبية بهذا الإطار هل تم الأخذ بنظر الاحتبار هذه التطورات وتم إشراكها في الجزء الثاني من الورقة الإصلاحية وهل تم إشراك أو أخذ رأي جهات دولية ومالية بهذا الخصوص شكرا جزيلا النقطة الأولى التي يجب تجديد عليها هو أن الورق البيضاء هو جهد عراقي خالص هذا هو العقل العراقي وهو يخطط لمسائل الأزمة المالية وهذه هي حلوله لكن الحكومة وهي تضع الورق البيضاء لم تغفل بالمطلق الخبرات الدولية لا نقول بهيئة إشراف أو غير ذلك بل هناك نوع من الاستشارة والتدارس وهذا أمر معمول به ليس في العراق وإنما في كل البلدان أينما تكون هناك خبرات دولية مهمة ومحترمة تستشار في مسائل خاصة في الأوقات الصعبة وفي الأزوات المالية معالي الوزير محمود المشهداني من صحيفة أساه اليابانية البنك الدولي صرح بأنه العراق يعيش أسوأ أزماته منذ 2003 ووضعنا له محفظة مالية كبيرة ما المقصود بالمحفظة المالية؟ هل يقصدون عودة العراق إلى البند السابع؟ شكرا جزيلا بالتأكيد لا لا معنى لربط العراق بالبند السابع فيما يتعلق بكل تدابيره المتخذة مع البنك الدولي هناك تدارس وعمل مشترك مع البنك الدولي على مستوى قروض وعلى مستوى استشارات البنك الدولي عامل أيضا في اقتصادات الدول والعراق أحدها وأنا أعتقد لأننا لا نعرف بعد مدى أثر الجائحة على الاقتصاد العراقي والعالمي ولذلك نتخذ تدابير من هذا النوع الجائحة ما زالت مستمرة ولا يستطيع فرد أن يتنبأ بمقدار تأثيرها على الاقتصاد العراقي والعلاقة بالبنك الدولي والمؤسسات العالمية الأخرى هي عامل في ترشيد نظرتنا ورؤيتنا السلام عليكم معك حيدر الشيخ مراسل وكارل الشفق نيوز وإذاع الشفق هناك اللجنة المالية في مجلس النواب حدث جملة من التعديلات والإضافات القانون الموازنة في الوقت لم يحسن ملف عقليم كردستان هل هناك كلمة من قبل الحكومة بهذا الموضوع؟ شكرا لا أدري لماذا تقول لم يحسن الملف هناك جهتان هناك جهة الحكومة العراقية وهي تنظر إلى الموضوع حسب رؤيتها وهناك مجلس النواب وله رأيته بما أننا قدمنا مشروع الموازنة إلى مجلس النواب بمعنى أن الحكومة من جهتها حسمت موضوع قليم كردستان وهو موضوع معروف بات معروفا أقيام مئة وخمسين ألف برميل نفط هي ما تحتاجه وما تريده الحكومة العراقية وهذا تم الاتفاق عليه الكرد من جهتهم وافقوا على قانون الاقتراض الداخلي وبالتالي هذه وجهة نظر الحكومة التي استقرت المسألة الآن بما أن الموازنة فيها تعديلات وفيها تجاذبات في مجلس النواب الأمر لم يحسن من هذه الجهة وأعتقد أن الأيام القادمة فيها نوع من اللقاءات والتفاهمات للوصول إلى شيء نهائي بصدد الإقليم السلام عليكم جاسم مهيجير من وقالة أنباء عراقية هل هناك رؤية اقتصادية واقعية لسد العجز الكبير الذي أصاب البلد مؤخراً؟ ولم نشاهد هذه الحكومة بتعزيزها دور الاقتصادي لا سيمال عراق يمر بأزمة مالية حادة؟ شكراً شكراً جزيلاً أعتقد الإجابة موجودة في نص الموازنة عن هذا السؤال معالجات الحكومة قدمت أولاً رؤيوياً في الورق البيضاء وتنفيذياً في نص الموازنة الذي قدمه إلى مجلس النواب نحن لجأنا إلى تخفيض مثلاً سعر صرف الدولار وهذه وسيلة لمواجهة العجز الموجود أيضاً هناك خطط وتصورات في الموازنة لإنعاش الاقتصاد الخاص تحديداً وأيضاً هذا يساعد ويوفر لنا فرص عمل ويوفر نشاط اقتصادي غير تقليدي بالنسبة للدولة إذن هناك مجموعة من التدابير المتخذة في الورق البيضاء وفي نص الموازنة المقدم لمحاولة تلافي مثل هذا العجز العجز ليس سبة دائماً هناك عجز معقول في كل ميزانيات الحكومات لا أحد يتوخى في الحكومات أن يكون العجز عنده مقداره صفر على الإطلاق راقبوا كل الدول المتقدمة الاقتصادية دائماً هناك نسبة عجز لكن نسبة عجز معقول والحكومة تسعى لسد هذا العجز بطرق مختلفة شكراً جزيلاً لكم